مصر الخير والله يسعد أوقاتكم من كل مكان عم بتتابعوني فيه معاكم محمد يونس بقناة موج لدعم المواهب أول شي بالنسبة للناس الجداد اللي يتشرفونا أهلا وسهلا فيكن وبشكركم على الاشتراك بالقناة واليوم إن شاء الله أنا بالنسبة لكل حدا بده يبعث لي فيديوهات إن شاء الله أو بده يعني أحط فيديوهاته بالقناة عندي بدي بس أعمل أو أحكي شوي عنه الأحكام والشروط اللي أنا كتبتون إن شاء الله مشان ما يصير بالمستقبل أي سوء تفاهم بالنسبة لهالموضوع أول شي بتمنى أول شي إن الشخص اللي بعتنا الفيديوهات تابعه يكون عمره فوق 18 سنة مشان يكون إنه هو راشد عاقل هلا إذا قلنا 17 سنة ما في مشكلة إذا حدا كتير موهوب بالنسبة لفيديوهات الأطفال بصراحة أنا ما رحطها نهائيا على القناة لأنه هي لأنه في قنوات خاصة هي قنوات للأطفال أو تاني شي بدي الناس اللي بدي يكونوا معنا هنه ناس خلينا نقول يمكن مبتدئين أو هنه ناس بسطاء أو هنه ناس طيبين الناس اللي طاقة سلبية أو اللي عم يقولوا أنه مثلا عدد المشتركين قليل أو بدون يعودوا يكسروا معنويات فنحن أصلا معنا بحاجتهم بالقناة تابعنا أنا إنسان بسيط جدا والناس اللي بدي إياهون يكونوا موجودين عندي بالقناة أكيد رحكون سعيد جدا أنه يكونوا هنه ناس بسطاء وناس طيبين إذا الفيديو لازم يكون يعجبني أنا يعني أنا مثلا إذا حدا عمل فيديو وبعط لي إذا الفيديو أنا ما عجبني بصراحة ما رح أحطه لأنه بالنهاية أنا صاحب القناة إذا كان بدي أتأكد أنه اللي بيرسل الفيديو هو صاحب الفيديو نفسه تمام إذا حدا بعط لي الفيديو غير صاحب الفيديو تأكدت أنه مو إله الفيديو فأنا بعتذر ما رح نزله للفيديو وضروري كتير بالفيديو أنه ما يكون فيه موسيقى عليها حقوق نشر لأنه هذا الشيء بيأزيء وبيأثر على القناة تبعي وبدنا فيديوهات حقيقية ما تكون فيديوهات مسروقة من قنوات تانية حقوق نشر بالفيديو تبعا كل شيء حقوق نشر بهاي القناة هي من حق صاحب القناة اللي هو أنا يعني إذا أنت مثلا عملت فيديو والفيديو هذا مثلا جاب مشاهدات عالية جدا أكيد أنت رح تكسب الشهرة ولكن المشاهدات رح تكسبها اللي رح يكسبها هو القناة ولكن بالتأكيد إذا كان طبعا المشاهدات عالية جدا خلينا نقوم إذا بالغنا وصلت المشاهدات على هذا الفيديو لحد المليون مشاهدة وكان فيه مصاري طبعا من هذا الموضوع أكيد رح يكون إليك جزء من المصاري إن شاء الله القناة مثل ما تلكم استعدي لنشر أكتر من فيديو للشخص الواحد يعني أنا مثلا نفرض أنه سعيد مثلا ما عنده قناة على اليوتيوب ودائما بحب يعمل خواطر وشغلات ظريفة يبعت ليها أكيد أنا إذا شفتها جميلة رح نزلها على القناة طبعا بموافقة سعيد لأنه بالنهاية أنا بحب فيد الناس الموهوبين مثل ما قلت لكم بالنسبة للقناة أنا إذا شفت أنه فيه شخص موهوب جدا ولكن يمكن ما عم يعرف يعمل منتاج أو أي شي إذا شفنا أنه فعلا فيديوهاته جميلة جدا ممكن إبعت فيديوهاته لحده مختص بالمنتاج يعمل له منتاج ويرجع ليه هون وأنا أرجع نزلون على القناة يعني إذا بدنا نحاول ندعم على قد ما منقدر طبعا نحنا رح كتير يكون سعادات إذا صار في عنا بالمستقبل أي سبونسرز أو أي كفلاء سواء دعمونا ماديا أو دعمونا بموضوع بمواضيع تانية مثل المونتاج مثل أي شي تاني وكيد أسماء هون رح تنزكر إن شاء الله بالقناة بالنسبة للمشتركين بالقناة طبعا أي جنسية عربية أو حتى غير عربية مثلا مثل حبايبنا الأكراد مثلا أهلا وسهلا فيهون عادي بالعكس هذا الشي بيسعدنا لأنه نحنا هدفنا أنه ندعم الموهوبين قدر الإمكان يعني في قنوات تانية مثلا مثل في قنوات تانية بتدور على الناس اللي انشهروا لكن نحنا ما عم ندور على الناس اللي انشهروا نحنا منحاول نعطي فرصة للناس اللي لسه ما انشهروا بركي إن شاء الله ينشهروا عن طريق القناة تبعنا اللي هي لساتة قناة صغيرة وأهلا وسهلا فيكنوا مثل ما قلت لكم الشخص اللي بده يبلش معنا هو بده يعرف أنه عم يبلش مع قناة صغيرة خطوة بخطوة عم نطلع لسلهم درجة درجة وعم نبلش مع بعضنا من الصفر رح نكبر سواء إن شاء الله بالنسبة مثل ما قلت لكم برجع بحكي بالنسبة للناس اللي بيقضوها مصخرة وطاقة سلبية وكذا نحن بعتذر منكم أنتم المكان تبعكم مموجود معنا أنا بدي إنسان جديين ماخدين الموضوع بجدية ومؤمنين بقدراتهم وأنهم هنه إن شاء الله يوما ما راح ينجحوا بالنهاية إذا حدا صار في بناتنا تعاون ممكن ابعت له عن طريق الواتساب هاي الشروط والأحكام ويكتب اسمه السلاسي ويوافق عليها وأحيانا بالمستقبل إذا صار فيه شغل كبير بيننا وبين هذا الشخص ممكن نعمل بالمستقبل إن شاء الله يمكن نحن هم نستبقى الأحداث شوي إنه ممكن نعمل اتفاق عن طريق محامي بشكركم جميعا لدخولكم على الفيديوهات وعلى سماعكم الشروط والأحكام وأنا بانتظار الفيديوهات الجميلة والظريفة تبعكم إن شاء الله مشان انشرتكم إياها بقناة موج لدعام المواهب تحياتي لكم من ألمانيا محمد يونس